أيها الأفاضل كلمة افتتاحية لسماحة السيد حسين الحكيم دامت بركاته من مجلسه إلى المنصة نريد أن نستقبله بصلاة عالية على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة 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 بعد قدسي اشتركوا في القناة اضطررت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 ويحتاجان إلى تفسير وهذا التفسير هو يمثل ثمرة هذه المسودة للأفكار التي يعرضها بخدمتكم علّها تجد استحقاقها من البحث في هذا الشعن وإن شاء الله يثرى بأبحاث الباحثين إن لم يكن في هذا المؤتمر ربما في المؤتمرات القادمة إن شاء الله الأمران هما أنه عاش ظروفا غير طبيعيا من المحن والعدوان الفردي على شخصه والجماعي على الحسين وعائلته على المؤمنين على رسول الله يعني من بر رسول الله من بر رسول الله من مجلس رسول الله عنوان خلافة رسول الله على رؤوس الأشهاد يشتم به رسول الله عند مجلس يزيد كما تعرفون تصوروا شنون يعني الموقف راح يكون مو أنه يشتمه أبو لهب أو أبو جهل ممن هم في خندق آخر هذه التعقيدات في المشهد تعقيدات غير طبيعية واستثنائية جدا خصوصا عند الإمام زين العابدين عليه السلام تنكر غدر شماتة يعني هناك موقف من الشماتة واقعا يعني إنسان يحتز له هو الإمام منكوب بالحسين وبأهل بيته بأب الفطر بعلي إلى أكبر إلى آخر وهو جاء ومعه سبايا رسول الله بنات رسول الله يدخل إلى المدينة المدينة هي مدينة النبي غير هي مثلا تتلقاه بالتسلية يأتيه من يأتي ممن يشعر بهذا الحزازة تجاه المحمد ويقول له من المنتصر هذا الشيء مادري واحد ما يقدر يوصفه وما عندنا شعر يقدر يعبر عن مشاعرنا في هذا المجال وبعض الأحيان الشعر يعني يصف المشهد الحسي يركز على المشاعر العاطفية المحدودة في بعض الأحيان الشعر قاصر عن أن يدرك هذه المعاني العظيم وأيضا هو عليه السلام لديه شعور عالي جدا بالمسؤولية والخشة من الله والشعور بالمسؤولية شعور ضاغط إنسان الآن هو عنده مسؤولية الأخوة الكرام جزاهم الله خير الجزاء في إقامتهم لهذا المؤتمر من يصير عدهم وإن كان هذا المو التجربة الأولى النسخة الثانية لكن هم قد يكون عدهم شد وتوتر واهتمام وقلق وأرق من أجل أن ينجحوا لأنهم عدهم شعور بالمسؤولية تجاه هذه القضية هي قضية تيادية عدهم سياقات عدهم أمور فإذا كان إنسان يعرف من نقرأ الصحيفة السجادية اللي هي تعبر عن شخصية الإمام وعلاقته مع الله نجد أن شعورا هائلا بالمسؤولية لهذا الدين التدين أمام الله عز وجل وهذا هو بشكل طبيعي يكون ضاغط على الشخصية ويجب توتر فيها ويجب شد الأعصاب فيها بدرجة عالي هذا كل هذا الجانب اللي هو تفاصيله يحتاج لها مجلد كامل أو مجلدات حتى الإنسان يسردها ويشرحها لكن هذا نقطة واضحة ومعروفة ويحتاج لها كلام كثير خصوصاً وأنا بين يدي هذا النخبة من العلماء والأكاديميين الكرام أعزهم الله وأعز بهم الإسلام الأمر الآخر الذي قلت أنه باجتماع الأمرين هو هذه الشخصية الإيجابية المستقرة الطيبة المطمئنة الودودة القوية البعيدة عن التوتر عند الإمام زيني رحمتي ربما المشهد من بعيد عندما يتحدث عن البكائين وإحنا عندنا نمطية معينة للبكاء يصير عندنا خطأ نحسب أنه هو من هذا الجاب لكن هو البكاء على الحسين هو طاعة وقربة وسمو وإحنا اليوم حتى عندما نبكي على الحسين هل نبكي كما نبكي مثلاً قتلانا أو موتانا أو كذا؟ أصلاً عندنا سمو استثنائي ولهذا هو بكاء سعيد بكاء نبل البكاء الإمام زيني العابدين على الحسين هذا البكاء بكاء الراضي بقضاء الله كل البكاء والجزع مكروه ما خل البكاء والجزع على الحسين عليه السنة ولهذا ما يصير يقاس الباكي من نشوف مشهد البكاء والدموع وأنه ما عرض عليه طعام أو شراب وما إلى ذلك مو من الصحيح أنه هذا نقيسه بحسب طبيعة الإنسان بالتحليل النفسي أنه خصوصاً ينطلق من الاستبطاء يراجع نفسه يقيسه على حالاته البكائية الاعتيادي بحمد الله هذه النعمة ربما هي موجودة وحاضرة عند المؤمنين يشعرون أنفسهم عندما يبكون الحسين يشعرون كأنهم يبكون من خشية الله صديقي المشاعر النبيلة العظيمة التي هي بها تسامي استثنائي لا بها شعور بالشقاء وما بها هذا الإحساس من التوتر فهذا موجود بكائه من خشية الله كذلك هذه الشخصيته نحتاج أن ندرسه ثم نفسر نبحث وهذا هو الهم الأساسي في هذا البحث أنه كيف يمكن الجمع بين هذين الأمر أن الإنسان يتعرض إلى هذا المستوى الهائل من الضغط النفسي وفي نفس الوقت هو عند هذا المستوى الرفيع الذي لا يوصف لا أستطيع إدراكه ولا أداع حقه من الطمأنين يا أيتها النفس المطمئنة هذه التي نزلت في أبيه الحسين عليه السلام وهو بضعة من أبيه صلوات الله عليهما أشير إلى بعض المصاديق في هذا الجانب حذراً من أنه ذيك الصورة هي تضغى على المشهد البحثي عن شخصية الإمام مثلاً في الرواية يقول كان علي بن حسين إذا صار على بغلته في سكك المدينة لم يقل لأحد الطريق وكان يقول الطريق مشترك ليس لي أن أخلي أحداً عن الطريق تلاحظون بالسياق كيف سيكون توتر عند بعض الناس بينما يصير زحام صحيح لولا بينما هو الإمام عليه السلام وهو حقه وهذا مدينة جده إلى آخر هاي أقول أريد أرصد هذه السكينة العالية في الشخصية وحالة على كلها لطفه مع الغريب في الرواية أن موسى بن طريف يقول استطال رجل على علي بن الحسين فتغافل عنه فقال له الرجل إياك أعني فقال له علي وعنك أغضي وأيضاً مع القريب إنسان مع الغريب قد يضطر أنه يجامل في بعض الأحيان ويستدفع الشر مع القريب ما هو؟ مع قارب أرحام في الرواية يقول كان بين فلان من بني عمومة الإمام وبين علي بن الحسين بعض الأمر سهي فلان لو أنا أحدفتها أنا أحتاط في نقل السلبيات حتى في سد التاريخ لأن بعض الأحيان قد يكون موصحيح هو الإمام بعد ذلك عفى عنه إذا نحن نجي ننبش وننشهر به ونهدكه على أي حال يعني غرضنا في موقف الإمام مو غرضنا أنه تعرية الشخصيات أو هو بالمصدر ما موجود ما أدري أنا ناسي المهم يقول كان مع بعض بني عمومته شيء من بعض الأمر هجي التعبير فجاء إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد فما ترك شيئا إلا قاله له قال وعلي ساكت فانصرف ابن عمه رح فلما كان الليل أتاه ابن عمه أتى الإمام زين العبدين في منزله فقرع عليه بابه فخرج إليه فقال له علي يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي اغفر الله لي وإن كنت كاذبا يغفر الله لك السلام عليكم وولا أفوا جاءه الإمام جاءه الإمام جاءه وهو اختصر موقفه تجاه هذه الإساءات العلنية جاءه إلى داره يسترضيه يقول اتبعه الرجل فلاحقه فالتزمه من خلفه كأنما حضن الإمام من خلفه وبكى حتى رثاله ثم قال لا جرم لا أت في أمر تكرهه فقال علي وأنت في حل مما قلت لي حتى لم يعاتبه يقول له وانا يا ابن عمك انت احنا يكفينا أعداءنا اللي بالمدين يعني هاي كلمتين كان يستحق قل له انت يكفينا هذا أعداءنا متعرف انت عداء بني فلان وبني فلان لبني هاشم انت تيجي تزيد الطين بله تقعد أمامنا سحقا لنخلي خلافاتنا بيناتنا حتى هذا ما رأسا عفا عنا انتهت القضية هذا الشخصية ليش أقولها لازم تدرس وأيضا سهنانا مع الغريب مع القريب مع منهم تحت امرته تحت يده في داخل بيته هو مولى عليهم يقول جعلت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء وهو يتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فششه يعني جرح انتو شايفين احنا من نريد نتوظى ونصلي وشلون نتأذى اذا صارت نجاسة وسيد زين العابدين صلاة شقدوا مهتم بها شلون اكو عصف للتوتر في هذا الموقف خصوصا اذا صار بسوء تقدير وبخلل من الجارية شو الموقف الامام زين العابدين فرفع علي بن الحسين رأسه اليها فقالت الجارية ان الله عز وجل يقول والكاظمين الغيث فقال لها قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عف الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال فاذهبي فأنتي حرة يا مولاي يا زين العابدين ما اكثر ما اشترحنا من ذنوب وتقصير بين يدي الله فاقضموا عنا غيظكم واعفوا عنا واحسنوا الينا كي يعتقنا الله عز وجل مما نحن فيه وايضا دعا مملوكه مرتين وهذه لقطة جدا مهمة فلم يجبه ثم اجابه بعد ذلك ينادي ينادي ما يجاوبه ثم اجابه في الثالث فقال يا بني اما سمعت صوتي انت ما سمعت لي من على صحة لك قال بلى قال فلم لم تجب قال امنتك وجوده هو ما يشعر بخطر يعني الى اي مستوى انه الامام عنده لين وطمأنين وسكين بحيث حتى هؤلاء الذين يخالفون من غلمانه هم يأمنونه زين شنو الجواب يقول هذا جزائي انه انا ما عام لك بالشدة والغرضي عاتب فقال الحمد لله الذي جعل مملوك يأمنني وايضا عن علي بن الحسين قال اني لأستحي من الله عز وجل ان ارى الاخ من اخواني فاسأل الله له الجنة وابخل عليه بالدنيا فاذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة بيدك لكنت بها ابخل وابخل وابخل لان انت ما عطيت شيء من حطام الدنيا شون تريد للجنة ايضا ورد هذا نفس الرجل اللي هو موتور من بني امي اللي هو مسبي عيال اللي ما مررت على دور عالي عقيل اللي وخلقت من عبر ما رأيت عماتي واخواتي اللي وذكرت حتى لو لم ترد عنه هو هذا شكل طبيعي انه يستحضر المأساة احنا حينما نأتي الى كربلاء خصوصا البعيدين ويستحضرون ان ها هنا محط رحالنا ها هنا قتلت رجال لا زيد العابدين عندما كان يرى اخواته وعماته ماذا كان هو ينصر من خلال تطلعه اليهن ما رأيت ما رأيت عماتي واخواتي هذا لسان حاله او لسان مقاله اللي ذكرت فرارهن يوم عاشراء من خيمة الى خيمة من خباء الى خباء هذا الرجل الذي هو عند هذا المستوى من المظلم في داره في بيته هو ايضا شوفوا درجة السمو العالية احنا بعض الاحيان نستحضر المصائب ولكن ادي قصور عن اداء حقها وهذا حق زين العابدين علينا ان نذكره ونذكر مصيبته بالحسين وبعماته من بنات رسول الله لكن بحثنا وبعض الاحيان خلينا نمر على هذه المحطات على اي حق هو نفسه زين العابدين ضم عيال مروان الى عياله في الرواية المعروفة في واقعة الحر امن عياله بني امية وهو حفيد علي عليه السلام في يوم الجمل على اي حق وايضا كان هشام بن اسماعيل قد عزل والي ووقف للناس بالمدينة فمر به علي بن الحسين هذا من ينعزل كل الشمات والغل الذي كان قد خلفه في قلوب الناس بعد يبرز ومهم بعض الاحيان يوقف حتى الناس تأخذ حقوقها من عندهم معانا في اذلاله لأنها هي دولة الاذلال دولة العدوان ذلك الدولة التي كانت تحكم بهذه الطريقة فمر به علي بن الحسين فأرسل إليه استعن بنا إذا تريد نحن نعاون على من شئت فقال هشام الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد كان ناله أو بعض أهله بشيء يكرهه إذ كان أميرا هو كان عند اعتداء على الإمام عليه السلام أيضا صدقة السر هي المدينة كانت مدبرة عن أهل البهد ونحن نعرف الحسين بثقله خرج الحسين من المدينة خائفا صدقة السر عنده أيضا هذا به نصوص كثيرة اختصرها احتراما للوقت نأتي إلى تحليل هذه القضية لهو هذا المغنم العظيم العملي بالنسبة لنا هو نفس معرفتهم هي أعظم المغانم لكن بعض الأمور هي ترتبط ببناءنا السلوكي والروحي والمعنى ما هي المناشئ لهذه القضية قدل بعض بسذاجة الرؤية وبساطتها يحسب أنه الإمام عليه السلام كان تعرض إلى اضطهاد وبعض المضطهدين يسير عندهم ردود أفعال باتجاه السلمية المفرطة تفادياً للشار للأذى لكذا هذا خطأ فضيع خطأ فضيع رحم الله أمي أبا طالب لو ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا هذا أصلاً ما مناسب وزين العابدين وهو مريض بأشد حالات المرض والقوم قد أحدقوا به هو قام يجر أصاه يا عم أتني بسيف وزين العابدين في أحلك الظروف في مجلس ابن زياد كان له موقف صلب وقوي رد على ابن زياد أبا كجرع على ردي كلامي تذكرون بعد القضاء المال إذا أفيض بالتفاصل في مجلس يزيد اللي هو رأس الطغيان أيضاً قام وبدأ يتحدث ويعرف نفسه أنا 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 ابن زمزم والصفة أنا ابن مكة ومن إلى آخره من حديث إذن هذا الأمر أصلاً ما ممكن حتى لو كان الإنسان بعيداً عن الدين إذا عنده أدنى موضوعية في قراءة التاريخ المشهود الذي ينقل ما يقدر يوصل إلى هذه النتيجة خصوصاً أن هذا الأمر يصير مع القريبين مع الكذا ومع الآخرين إذن لابد نبحث عن أسباب أساسية في هذا الشام الأسباب عديدة أولاً الإيمان بالله وهذه موشعارات هي خصوصية هذه الرسالات الإلهية أنها لم تقدم لنا قيماً مثالية بين السماع والأرض وإنما قدمت لنا قيماً جسدها آل الله وآل ورسول الله حتى نعرف أن هذا القيم قابل للتحقق الانتماء لله عصلاً يتنعم ويترنم بتعبيرات العبودية لله عز وجل والارتباط به والثقة التامة به ما أدري شنو أقلب من الصحيفة السجادية حتى أقرأ شواهد على ذلك أدري الله بحث مفصل شنو أقلب من دعاء بحمز الثمالي اللي هو كثير من فقراته محفوظة عند المؤمنين اللي هو بي حديث عن هذا الجهل الحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني اللهم إني أجد سب فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة والاستعانة بفضلك للسائلين إلى آخرهم مباحة وأبواب الدعاء إليك مفتوحة وأعلم أنك للراجين بموبع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في الله في إلى جودك تعالوا خط تحت هذا العبارة وأن في الله في إلى جودك والرضى بقضائك عوضا عن منع الباخلين ومندوحة عما في عيد المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة شوفوا هذا السمو السكينة ومناشئ السكينة العظيمة في قلبه سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك إلى آخره هنا مصداق واضح على بذكر الله تطمئن القلوب هذا الأمر مو أمر مثالي بعض الناس مت شنون احنا بلهجتنا العراقية العامية شنقول نقول متخلبصة عند الأفكار يحسب أنه إذا ذكر الله يعني لازم يضغع عليه جانب الخوف من الله وبعض الناس متخلبطة ومتلخبصة عند الأمور أو مقطعة عند الخيوط بحيث ويحسب أنه إذا ذكر الله ما يخاف أما أنه واحد يخاف من الله شد القوف وهو في نفس الوقت عندما يذكر الله يعيش السكينة هذا شنون تجتمع ما تجتمع إلا واحد يعيش على مواعد آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهذا يجمع بين الخوف والرجاء ويغلب عليه حسن الظن بالله والاطمئنان والثقة بالله وأيضا ورد عن علي بن الحسين قال لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي هذا أمق الشخصية هنا وأيضا ورد عن علي بن الحسين أنه شخص من أخوانه أبطأ عن علي بن الحسين يقول أبطأ عن علي بن الحسين ابن أخ الله كان يأنس به فسأله عن إبطائه فأخبره أنه مجغول بموت ابن الله هذا موت طبيعي هنانا المشكلة وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه والصالحون والأولياء يؤرقهم مستقبل أولادهم الأخروي أكثر من ما يؤرقهم مستقبل أولادهم الدنيا فهو قلق جدا عليه لحظوا هذا بحر السكينة في شخصية زين العابدي فقال له علي بن الحسين إن من وراء ابنك لثلاث خلال أما أولها فشهادة أن لا إله إلا الله وأما الثانية فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأما الثالثة فرحمة الله التي وسعت كل شيء يروى أيضا أصحاب الزهر دما خطأ فخرج وترك أهله وضرب فصطاطا وهي عقدة الذن أخذت منه ما أخذه وقال لا يظلني سقف بيت فمر به علي بن حسين عليه السلام فقال يا ابن شهاب قنوطك أشد من ذنبك فاتق الله واستغفر وابعث إلى أهله بالدية وارجع إلى أهلك أد ما عليك فكان يقول علي بن الحسين أعظم الناس علي منا على أي حال أنا أجد أنه الوقت أدركنا انتهى الوقت لكن التحليل للعناصر الموجبة لسكينة النفس هي قادرة على أن على أن تغطي تلك المناشئ الطبيعية لتوتر النفس وصعوبة الأمر عليها وقادرة على أن تصنع شخصية هي عامر عامر قلبها بالشعور العالي بالمسؤولية خوف من الله عز وجل وفي نفس الوقت هي عدها درجة عالية من السكينة والاطمئنان والاستقرار النفسي إلى حد بحيث تكون هذه الشخصية الودودة المحبة للآخرين التي ملؤها العطاء التي ملؤها كذا هذا الأمر الجمع بين هذه الأمور هو الأمر الذي نحتاج له كثيرا ندرسه في ما جسده أهل البيت ندرسه في جذور ذلك في الكتاب العزيز والسنة الشريفة وما ورد عن العطرة وندرسه بشكل مباشر ومؤثر جدا في سيرتهم صلوات الله عليهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع إخواننا الباحثين العاملين الذين كان لهم دور في إقامة مثل هذه الملتقيات البحثية العلمية هذه المؤتمرات المباركة إن شاء الله وكلها إن شاء الله منظورة من الله ومن رسوله ومن سيدنا ومولانا صاحب الأمر وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه الطيبين الطاهرين وأرجو أن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم مع النختمع من الملاحظات إذا صيروا بعدين صلو على محمد وعليه محمد ترجمة نانسي قنقر